الى تركيا وفي صحيفة ياني شفق اردوغان يعلن زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رفع الحد الادنى لرواتب موظفي الخدمة المدنية في بلاده الى نحو 22000 ليرة تركية اي ما يعادل 1125 دولارا تقريبا وقال اردوغان خلال فعالية بالعاصمة انقرى اليوم الخميس ان حكومته سترفع رواتب موظفي الخدمة المدنية بما لا يقل عن عاملي القطاع العام في يوليو تموز القادم واشار الى ان ادنى راتب لموظفي الخدمة المدنية في تركيا سيصل بموجب هذا القرار الى 22000 ليرة تركية واشدد على زيادة رواتب هؤلاء الموظفين سينعكسوا بشكل تلقائي على رواتب المتقاعدين وانه كلف الوزير المعني باستكمال الاجراءات اللازمة حتى يوليو الثلاثاء اعلن ايضا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان زيادة في الاجور العاملة في العمال الحكومية في البلاد بنسبة 45% اعتبارا من يوليو 2023 وقال اردوغان انه مع هذه الزيادة سيرتفع الحد الادنى لراتب العمال في القطاع العام الى 15000 ليرة تركية اي ما يعادل 767 دولارا تقريبا ترجمة نانسي قنقر